بدأت الحملة واسعة ثم وقع يعني اطلاق سرع بعد اسابيع وهوني باش نذكروا اللي الايقافات كانت ما تخضعش لمدة زمنية معينة يجي مدهمة ليلية يلم بوه على خوف يهز للمركز امن الدولة اللي هي كانت تصبح يعني ما امكنا بتاع ايقاف ثم كيف يتغلبوا يوزعوا على نعساني ويقع يعني ما نحكي بالتفصيل كل كل ايقاف لانه الايقافات كانت متعدة بالنسبة لشخصي انا في فيفري 72 في نوفمبر 79 في اكتوبر 74 في مارس 75 اللي ادات في اخر المطاف للسجن المدني للنساء والسبب هو هذا هو اولا اولا دينا بالمشاركة في الحركة طلبية ثم يعني استشعار بانه هناك تنظيمات سياسية سرية وهي كانت واقعة بالفعل وكانت عندها علاقة بالحركة الطلبية وكانت معنتها وقت يشوفنا اللي العجلة بعد الفيفري متاع الايقافات والمداهمات مش بش تتوقف وقعت تفكير في احداث لجنة داخل منظمة العامل التونسي لي يعني دفاع على على المساجين واستعملناها مباشرة معتها وقت الفيفري بعد ما وقع ايقافي بعد اسابيع اخرجت مباشرة وقع تنظيم معناها هيئة تتعنى بالإعانة للقفف ثم التشهير في حدود ما يمكن القيام به في نطاق اعلام مدجن ولكن حملة مساندة بطريقات البدائية اللي كانت عنا بالاتصال بصحافة الوطنية والدولية وفك الحصار وتم بعد المحاكمة الولى هذيك اخلاء سبيل اللي وقع ايقافهم الكل في سبتمبر متاع ثانية وسبعين ولكن في ثلاثة وسبعين تم كذلك ايقافي لي من اجل وكانت تفاجعوا من مثل الدفاع على على المساجين بعد يعتبر يسخبوا فيما سلاح كانت الشراسة متاع المعاملة ومتاع التزنيت ومتاع الضرب والتنكيل ويبرك عليك ويقول لك نقتلك وكنا نشعروا لي كان بالفعل بالفعل ممكن انه يعني يعمل فيه لنجمي تعمل الكل في غياب لمدة زمنية غير محددة لا فيها محامي ولا ولا العائلة تعرف وانتي رصيت ولا فهمة امكانيات عادينا اشهر اشهر في مثلا في خمسة وسبعين من من تسعتاش مارس الى الى ستة جوان ما فهمة لا قفة لا تبدل لا اغتسال لا لا خبر يخرج علينا لا قفة تدخل حتى شيء